السلام عليكم البنات مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات اوم عبد المغيد نتمنى انكم تكونوا في احسن حال والاحوال الفيديو دي اليوم ان شاء الله بإذن الله سنتقسم معكم الحريرة ماشي اي حريرة انما حريرة بحالي كتباع في الزنقاء كتجاة رائعة ولديدة بدون لحم بدون بدجاج بدون مكونات كثيرة انما مقدر سهل وبسيطة ومتوفر عندك متوفر في كل دار و في كل بيت ما غديش تحكزي الى الحريرة ابتداء من اليوم لان انا غدي نعطيك طريقة لغدي تخليك توجدها في وقت وجيز بدون تعب و كذلك بعيدة نصائح نتمنى انك تبقى معايا حتى الاخر دي الفيديو و نتمنى لك فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله نبدو في الوصفة دينا هنا كيفما كتشوفوا معايا غدي ناخد نص كيلو دي الماضيشة اللي غدي تكون حمراء غد نقسمها على جوج و من بعد غدي نحيد لهذه الزريعة كيف كتشوفوا بالنسبة لهذه الوصفة كانت طلبتها للا رشيدة تحية كبيرة لها من مدينة الريباط و نقول لها شكر خاص لك على اتصالاتك المتكررة نتمنى انك تجربها و نتمنى انك تشوفي هذه الوصفة اللي كنت تطلبتي و نتمنى انها تعجبك في الماضيك و البنة ديالها ان شاء الله بإذن الله و نكونوا عند حسن ضن الجميع كيف سباق و ذكرت عندي نس كيلو دي الماضيشة حمراء او لسة مئة قرام دي الماضيشة و لما يحتاج البنات شدوها لرمدان او لا الهذا انا اصلا ما كندلوش حلالة يوميا غدي يكونوا دي سوب و غدي يكونوا عصائر و غدي يكونوا لعيبات اخرين ان شاء الله بإذن الله و غدي ناخد هاد الالة الحويد قلي كنا طحنا فيها بزاف الاشياء و تقاسمت معكم قبل استعمالات ديالها كيف كتشوفوا معايا ما اللي كتكون كبيرة كان ديال الكيمياء كامل ضق وحدو كان اكد عليكم هالبنات انكم تاخدوا الحجم الكبير فهلا كيف كتشوفوا معايا كنا طحنا فيها العشوب ديالناس ديال اصحاب السكر اللي غنخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف و كنا طحنا فيها كذلك الماسك ديال جلوف البيض اللي غدي يكون هالقناة التانية قناة ممتي العزيزة اللي تهيه في هاد شهر ديال رمضان غنتقسم معاك غنتقسم معاكم في هاشهيوات عيوات ما تقسموا فيها وصفات واعشاب طبيعية استثناءا في هاد شهر كنا خدمنا هاد الاهلا كذلك خدمنا بها الربيع الكرافوس اللوز السرديل و شكر خاص للبنات اللي كانوا جربوا السرديل بالحليب و شكر خاص كذلك على تعالقهم المشجعون المحفزون و نتمنت انتم تجربوه لان هالطريقة ديال المطاعم و طريقة حسرية على القناة ديالنا حلويات ام عبد المغيت هنا كيفما كتشوفو من بعد مطحنت مطيشة ما تخافيش ما غديش يبقوا فيها جلوف غديل ناخد واحد شبكة و غدا نخوي فيها هاد طماطم او مطيشة اكيد ما غدش تنزل هكا بسرعة هاد الشيالاش غدي نضيف فيها لتر من الماء اعتدير شدني الكحة و نعودش لكم يا البنات غدا نضيف اترو ديال الماء هادا كماء كم مقدار اولي من بعد غدي نحرك في هاد الطريقة جلوف غدي بقاو الفوق في نفس الوقت غادي اه غتعتني هديك الحمورية للحريرة كتر و هادوك جلوف ما غديش يدوزو ليه في الحريرة بالمرة بالنسبة الناس اللي ما عندهم شد الالي يمكنك انك يديري الخلاط الكهربائي ولا كيف كتشوفو معايا هم كنصفيهم زيان كيبقاو لك غير جلوف فقط وبالنسبة لها جلوف يمكنك انها كتديريهم ماسك لوجيه ديالك كيرجعوه بيد كيشعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بل نسبة التوابل غتي نحتاج مع القصغره ديال كنجبير مع القصغره ديال السمن و شوية ديال الفلفل الاسود شوية ديال الملحة و شوية ديال القرفة ولكن ماتك التريج كذلك بالنسبة للخراقوم غتي نضيف تقريبا واحد ملقة صغيرة وعلى حساب اللون اللي بغيتونتو ما في الحرارة وشكون غاديا الحمورية اولا غاديا الصفورية غاديا ما تكتريش بالنسبة للخرقوم غاديا نضيف معلقة كبيرة ديال السمن غاديا نرد الكوكوت ديالي فوق الفوتاة تتصفر على حسب الوقت بالنسبة للمال بنات بغيت نقول لكم راني ضفت عندنا اطرو ديال الماء اللي درنا الماضيشة ونسطرو اللي شللنا به الإناء اللي كان فيها الربيع وغاديا نضيف اطرو ديال الماء يعني في المجموع اطرو ونص جوج اطرو ونص من الماء او لترين ونصف من الماء من بعد كيف ما كتشوفوا معايا سديت الكوكوت ديالي در تفوق البوتاة تتطيب تتصفر غاديا تحلي وغاديا تشوف الحمص عندك وشطاب وكذلك بالنسبة للعادس هنا بالنسبة للدويرة اللي غاديا ندير ديال الحريرة غاديا ندير مئة جرام ديال الطحين الابيض او لفورس وغاديا نضيف معاها الجوج معاك كبارين عامرين ديال ماتيشة ديال الحوك او لطماطم المصبرة وغاديا نضيف كمية من الماء وغاديا نضيف واحد المكويلة غاديا يعطي لده اكتر واحسن بالنسبة للحريرة ديالنا بالنسبة للمكوهي اللي غادي اعطي لده احسن وافضل الحريرة ديالنا هي الضامة ديال بنا ديال اسمن اللي غاديا نضيفها مع التضويرة بالنسبة لك وانتي كتعجبك الحريرة حامضة بزاف يمكن لك انا كتضيفيها حتى لثلاثة ديال المعالق كبارين عامرين فوالة كيفما كتشوفو معايا من بعد فوالة الحريرة ديالي وجداد غاديا نضيف هالتضويرة وغدا نضيفها غدا ردها فوق البوطة باش غاديا طيب ولكن بشرط انه كي تكون يواقف احدها بشرط تكون يواقف احدها وفي نفس الوقت تبقى يتحركها بهذا الشكل خاصة بالنسبة للتحت باش ما تجيش لك باش ما يحتش لك الحمص والعدس ما يتحركوش لك في التحت وغدا نضيف كذلك درهم ديال الشعرية اللي كتشوفو معايا وغدا ينخلط المكونات بالنسبة للحريرة مادرنا فيها لا زيت لا التحاجة وكان هدا هو الشكل نهائي ديالها من بعد ما طابت وخيبينو بالكما اللي بنا ترى من الربعات الاشياء وهي موجودة حتى التسعود او الاتمنية عادة حتى اللي هم باش يتعشووا جمده قرائع وهائل ونتمنى انكم تجربوها بهذا المقادر فرمدان وطر الدولين الخبار اكيد رافقتها هناك في ما كتشوفو معايا بالبسيس الليبي اللي غدي تكون مقادر دياله ان شاء الله بإني لها في القناة في اقرب وقت وهو رافقتها كذلك مع شبكية ديالها كلار اشهر محل للبيع شبكية فاس نتمنى انكم تجربوها وغنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اما بالنسبة البوشنخة ديال برقاش ديال جا تقسمناها معاكم قبل اما بالنسبة هلا كنتوا غدي تخليوها تلغد او غدي تحترفو بها في المجمد طريقة ديال تسخان ديالها يام اللي كتجبدوها كتضيفو عليها شوية ديال المدى في او للمطي بالطالق المطي بيكون طالق سبولة جيلو مزيان باش ما يتغيرش لها المدى قبل مرة كتضيفي شوية ديال الموقع تخلطي بواحد درة بيادة وغير شوية مشي ترضيها على الصيدة وكتضي لها تسخن كأنك يالله كيف وجدتها هديك الساعة اكيد معي حدقة ولكن هذه النصيحة بالنسبة لريسات جداد اللي نتمنى لهم السعادة في حياتهم ما بقى ليه الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله بإذن الله باي باي